السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنشرح من صف العاشر وطبعا بيكون شابه فيه لو هنشوف بس الديفرنس بينهم. اه خلينا نبدأ كده ونشوف ايه هي مني وبعدين نشوف العملي او الكود الخاص اه بالبروشيكت. اه في الاول اه نتكلم عن الخاصة بالتاسك. هو طالب مني ان انا اه انفز اه حسب الكود اللي بقى مرفوع عندي. هنشوفه دلوقتي. يعني عايزين ان السيارة اللي هي ذاتية القيادة. تتعرف على الاعلامات الخاصة او اشارات المرور. العلامات اللي بتبقى موجودة في الستريت سعان دي او في الشوارع. مثلا اللي هو او اه سبيد ساينز. يعني هتتعرف من خلال البرنامج او الصفت وير ده تتعرف على الاشارات اه اللي موجودة عندي. طيب في البداية كده انا محتاج ان انا اعمل اللي بتاعتي اللي انا هستخدمها في الكود. ايه هي اللي انا محتاجة اللي انا هدرب عليها البرنامج. وكمان عشان اتعرف عليها البرنامج واختبر الخاصة بآ او بتاعي. فاستبوا ان عندنا القطوة الاولى ان انا هعمل صورة مختلفة. عن اللي موجودة عندي وليتير. واي اشارة من الاشارات اللي بتقابلنا اه في اه الشوارع في المرور. ويكون النوع بتاعها جي بي جي. تمام? هنزلها في فولدر اسمه فايلز. وطبعا الصور والفولدرز كامل هيبقى موجود في الرابط اللي احنا هننزله. بيبقى متقسم زي ما احنا شايفين كده. آآ جوة الفولدر فايلز اربع فولدرات. الليفت والرايت والسطوب والترافيك لاي. طيب بعد ما بجمع عن دهوت بخش على الرابط ده. الرابط ده ابقى ضايفه في آآ الكومنت. هندخل على الرابط هيفتح لي صفحة زي اللي قدامي ديت. بعمل على داونلود. هينزل مضغوط وابدأ افك الضغط بتاعه. هيطلع لي الفولدر باسم لاب اكتيفتي. سي في آآ ويبقى جواه ملفات الصور والكود بتاع البحث. طيب. بعد ما بنزل الملف بعمل له اكستراكت. زي ما احنا شايفين هيظهر معايا في فولدر. اللي هو لاب اكتيفتي سي في. جوة لاب اكتيفتي سي في لو انا فتحته. آآ هلاقي الفولدر بتاع الفايلز مش موجود. فانا الفولدر اللي انا جمعت منه الصور هنقل له هن. طبعا الرابط اللي انا آآ هضيفه في الكومنت ده موجود فيه كل حاجة. يعني انت ده بتعمل بس للفايلز. هتخش جوه هتلاقي في فولدر اسمه فايلز. بس آآ نقطة مهمة جدا لان الكود عمره ما يشتغل لما تعملها. هتلاقي الفايلز او الفولدر مكتوب حرف الاف كابتال. لازم تحولها لسمول عشان يقدر يستجيب وياخد الصور من المسار الصحية. يبقى التعديل البسيط اللي هنعمله بعد ما تعمل آآ اكستراكت للملفات. خش على الفولدر اللي اسمه فايلز. غير النيم بتاعه بدل ما الاف كابتال خليه طيب. بعد كده هنلاقي آآ الفولدرات موجودة قدامي هوت. الكود الرئيس اللي انا هشغله اللي هو الكود ده. تمام? اللي هو سي بي كود. طيب بعد ما نفز الكود آآ طبعا آآ اول حاجة هنبدأ نعمل آآ ست لي البرامترز اللي موجوده قدامي زي عشان عملية تمام? هو هتلاقيهم مكتوبين اللغة الفورتي وتوينتي طبعا دي تتست داتا تلاتين في المية. والترنينج اكيد تكون سبعين في المية. طيب. مهم جدا قبل مع مرة لازم اتأكد ان انا عامل اللي موجودة قدامي دي اللي هنباي والبانداز والكيرا طبعا ديه عندك ارر بيها. لازم نضيف ديه. والبات ده برضو هتلاقي في قره عليها. لازم اعمل ديه. بعد ما اعمل ابدأ بقى اروح للبرنامج. تعالوا نشوف. هننفزه وهيشتغل معنا ازنين. طبعا ده الكود بتاعه وات في الاول ادي الامج سايز والعيتريشن ودي في هنا بيكون عندي اللي هي اللي انا بستخدمها عندي زي ما اتفقنا قلنا ان دي مش هتبقى موجودة لازم اعمل لها بعمل لها ازاي باجي من قائمة فايل خش على من هلاقي في هنا علامة البلاس بضغط عليها واكتب هنا اسم اللي احنا هنزله هنلاقيها انستول تبتعمل انستول الباكيج هينزل معا اول ما يطلع شريط اللون الاخدر. خلاص كده تم آآ عملية التثبيت. ببدأ اعمل بقى ران للبرنامج. هنعمل ران مع بعض اوت ونشوف الاوتبوت. طبعا آآ بعمل ران. ننتظر شوية بيبدأ البرنامج في بتاعي. طبعا هتعرف دلوقتي اشوف الاكيورسي قد ايه وهشوف كمان هعمل ترين. واختبر الصوفت ويرا شوف الاكيورسي صحيحة ولا لا. طبعا هنا بيتم الاختبار على اللي موجودين عندي. قبل ما نجرب ده خلينا نشوف الاول هنا. في عندي اوت مع الصورة الاولى بنشوف الاكيورسي. ديت الاكيورسي. في عندي كمان بدأت تبقى وان دي معناها وان هندرد بيرسنت. وهنا طبعا دي بيكون اللي هي الكفاءة والاكيورسي الخاصة بالسيستم بتاعي. ان فيه لوس ولا لا? خلينا نختبر بقى بتاعي. هنا هبدأ اضيف له اي صورة خلينا نشوف مسلا صورة من الرايت. مسلا الصورة ديت. وقول له اه بيقول لي ان ديت علامة الرايت. برضو في نفس الوقت بتلاقيها انكتب التحتين البريدكتت ايميج. ريت. خلينا نختار كمان واحدة تانية. من ملف الترافيك ساين مسلا. الصورة ديت. اقول له هيقول لي دي ترافيك لاي. وهكزا بالنسبة لباقي الصورة قدر اختبر الصور كلها واجربها. بعد ما ننفذ البرنامج ويشتغل معايا كده بيبقى بقى موجود معايا اللي هي الاسئلة اللي على التنفيذ. لما انزل تحت هنا. في السؤال الاول مسلا. بتنزل ليه عندك في التنفيذ. اخر واحدة هوات. نجوب كامل مسلا. وهكزا هنبدأ نجاوب على الاسئلة ديت. وفيه كمان هيكون عندي فيه التستنج نفس الطريقة برضو. هنبدأ نجاوب على الاسئلة. بكده يكون او اتمنى يكون الشرحة بسيط. اه هضيف في الكومنت ان شاء الله الرابط اللي هو الموجود. ولو في اي مشكلة اكتب لي في الكومنت وهاردها عليك على طول. شكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة